أعزائي مشاهدين القناة الحياة أرحب بكم في حلقة جديدة من المجلة اليهودية أرحب بكم في كل مكان عبر قناة الحياة عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي نتواصل بها معكم دائماً نحن في القناة وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي نرحب بملاحظاتكم وأسئلتكم وتعليقاتكم ودائماً أي شيء تكتبوه هو موضع اهتمام هذا يكون أحياناً الرد متأخر ولكن أي رسالة أو أي تعليق هو موضع اهتمام شديد وكل الشخص موجود ومعني في موضوع فهو مهتم يسمع آراكم في كل برامجنا وفي جميع تفاصيل وأقسام القناة نشكركم دائماً عن المتابعة والتشجيع اللي موجود عندكم هذا الشيء بيشجينا أكتر على الاستمرار حلقة اليوم سوف تتحدث عن أهمية دراسة التوراة في اليهودية فإذا ينظر لدراسة التوراة عند اليهودي أنه وصية فنص الكتابي يقول بأنه دراسة التوراة هو أمر واجب لتكون هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقص على أولادك واتكلم بي حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم في التثنية وفي مكان آخر نقرأ لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا في يشوق واحد ثمينة إذن المبدأ الأساسي الكتابي أن على كل الشخص أن يعتني بدراسة التوراة وبالطبع لا يساب يوسع كل الشخص أن يكرس يومه بالكامل لدراسة التوراة ولكن الأمر اللي واثقين منه أن العلماء اليهود كانوا يشجعوا الناس على الدراسة حتى لو كانوا وقت قصير ولهذا لكي يشجعوا الناس على هذا الموضوع دراسة التوراة الذي يعتبره وصية فكان يقدموا التفاسير وأمور تشجيعي من خلال القصص اليهودية أو المدراج فالقصص اليهودية كانت تسعى لتشجيع الشخص من خلال تقديم أمثلة عن حكماء أو شخصيات في الماضي كانت بهم الظروف الصعبة تهتم بدراسة التوراة أو شخصيات قدمت تضحيات لأجل الإيمان إذن فالقصص الحبرية تشجع لدراسة التوراة بشكل من الأشكال وأحد هذه القصص التي سوف نتحدث اليوم عنها تقول بأن لا يوجد أي عزر مقبول في العالم يمكن أن يبرر للشخص في اليوم الدينوني أو العالم الآخر أن عندما يجلس في المحكم السماوية في يوم الدينوني ويسأل لماذا لم تدرس التوراة ليس له عزر أن يقول بسبب أني لم أقدر على دراسة التوراة أو لم أخصص جزءا من حياتي من وقتا من يومي لدراسة التوراة بسبب أني فقير أو أني ذو سراء كبير أو أني أشعر برغبات جسدية أو عندي اهتمامات جسدية الحكماء معلموا المدراش ركزوا على أن تشجيع الناس من خلال هذه الأمثلة أحد القصص الموجودة التي تشير إلى ضرورة الاكتراس والاهتمام بدراسة التوراة ووجودة في قصة أو مدراش في التلمود البابلي في يومها 35 بي الحوار سوف هو مجزة في القصة مجزة على ثلاث حوارات الأول يقص الرجل الفقير والثاني الرجل الغني والثالث الرجل الشهير أو الرجل زو الشهوات الجزء الأول عندما يقول للأحبار أني لو عندما يأتي الناس إلى يوم الحساب يوم الدنيونة ويسأل الشخص لماذا كان الشخص فقير لماذا لم تشغل نفسك بالتوراة فان أجاب الشخص وقال أني أنا كنت فقيرا مجغولا بأمر معيشتي فرح يطرح عليه السؤال هل أنت فقير أكثر من هلال وهلال كان هو كل شخص دارس في اليهودي بيعرف أنه هلال الكبير هو أحد كبار شخصيات العلماء اليهود في القرن الأول وهذا الشخص كان معروف عنه كان شديد الفقر فكان يعمل جزء من يومه ويقسم ماله نصفين نصف لحياته ونصف يدفعه لدراسة التوراة تقول القصص عنه بأن ذات مرة كان الجو فشل في العمل يوفر قوت يومه فاضطر هالليل أني ما يقدر يعني يحصل على إجرة الدخول إلى الدرس فذهب إلى السطح حتى يستمع إلى الدرس وكان شتاء وبسبب البرودة أغم عليه وتجمد وعندما اكتشف أمره شعر المعلمون أنه في خطأ أن يوجد ما خطأ في النظام التعليمي فقالوا هذا الشخص الوحيد أن يجوز لنا أن نخرق القوانين من أجل هيك شخصية تؤمن وتحب الدراسة فإذن في المحكمة السماوية في يوم الدينونة قال الشخص أني لم أكن قادرا على دراسة التوراة لأنني كنت فقيرا فسوف يقدمون له شخصية هالليل الذي كان فقيرا جدا ومع ذلك كان يعمل ويدرس التوراة حتى أنه في مبعاد صار رئيس أحد المدارس الكبرى في اليهودية إذن القصة هذا الجزء الأول إذن الجزء الثاني من القصة تتحدث عن الرجل الغني الرجل الغني الذي يقول أني أنا لم أقدر على دراسة التوراة لأنني كنت رجلا غنيا مجهولا بالمال تقول يتابع الحكاية في المدراش وسوف يسألون الرجل الغني لماذا لم يشغل نفسه بالتوراة فأنا أجاب لقد كنت رجلا غنيا وكنت مشغول البال بممتلكاتي فأنهم سوف يقولون له هل كنت أكثر غنيا من الحبر ألي عزر بحدثون على أني الحبر ألي عزر كان شخص من أسرة جدا غنية وورث عن مال كبير عن أهله ومع ذلك لم يكترس في هذا الموضوع وترك المال وكان يذهب لدراسة التوراة وترك إدارة المال لرجاله وكان هذا الشخص بيقول أني حتى توارع عن الأنظار وما حل يظهر نفسه حتى الناس ما تطلب منه القيام بأعمال إدارة الأعمال لدرجة أني حتى عماله أنفسه ما كانوا بيعرفوا عنه فيقولوا أني فعلا أني هذه القصة أني أنشوف أو أنظر إلى نموذج هذا الحبر رغم ماله الكسيف ولكن أنت ما لك أكثر مال منه ومع ذلك هو يترك هذه الأشياء قصص جزء من وقته سمح للآخرين يديروا أماله بحيث أنه يكون متفرق إلى دراسة التوراة إذن في المحكمة السماوية سوف يقدمون نموذجا عن شخصا قانيا شديد الغنى ترك إدارة المال لأجل التفرق لدراسة التوراة والجزء الثالثة يأتيون إلى الرجل الشرير يقولون له لماذا لم تشغل نفسك بالتوراة فأنا أجابهم لقد كنت رجلا وسيما وكنت مأخوزا برغبتي الشريرة هذا الشخص عندما يقدم تفسيرا لماذا أحمل دراسة التوراة يقولون أنه أنا كنت شخص وسيم وكان هذا الوسامة أو الجمال يعطيني رغبات أكثر فأنا سيقولون لهم وقال كنت أشدت جمالا من يوسف لقد قيل عن يوسف أنه كل يوم كانت زوجة بطفار تسعى لإغوائين أن هذه المرأة عاش في مكان كان زوجة بطفار مهتمة جدا في إغوائه لدرجة تقول الأخبار أنه كانت السيابة التي عليها في النهار ليست سيابة في الليل لأنه دائما كانت تغير في لباسه لماذا؟ لكي تثير إغوائه لكي تثير فتنتي ومع ذلك الرجل رفض وقال لا أنا ما ممكن فالمحكم السماوية يوسف تقول له بحكاية يوسف أنه أنت ما عندك القدرة يعني يوسف تقاوم الأغواء لأنه كان عنده إيمان بينما أنت كنت ماشي وراء أغوائك لأنه أنت غير مؤمن لم تدرس التوراة إذن الخلاصة في هذه القصة يقول أنه هلليل المثل هلليل شخصية هلليل حياته تدين أي شخص فقير يدعي أنه لم يدرس التوراة بسبب الفقر وشخصية الحبر اللي عازر ابن هارسوم الغني تدين أي شخص غني يتزرع بأن الغنى هو السبب إهماله في دراسة التوراة وأما إن كان الشخص زوج شهوات أو زوج جمال وزوجه ومال وكان محط أعجاب الناس فسوف يقولون له والي كنت أكثر جمالاً ووسامة من يوسف فالفكرة اللي ممكن نحن فقط اللحظة بتجربة يوسف اللي أشار إلى القصة التلمودية أن دائماً التوراة دراسة الكتاب المقدسي ليست قراءة بمعنى سطحية أو معلومات ولكن هي نموزج واسلوب حياة فحلقة اليوم تفيد أني لتشجيع الناس العادين على دراسة التوراة قدم الأحبار قصص تفسيرية مشتقة من الشخصيات اليهودية الكبرى الدينية أو النبوية بحيث تشجع الناس على عدم إهمال دراسة التوراة وتخصيص جزء من وقتهم يومياً لقراءة التوراة حلقة اليوم انتهت ونحن كونه كشفنا كيف أني أهميت دراسة التوراة على الأقل لدى اليهود المتدينين واليهود في الماضي حلقة اليوم انتهت وعلى اللقاء في حلقة قادمة شكراً جزيلاً وللقاء مجدداً